السلام عليكم التطبيق موضوع حلقة هذه سوف يفيدك كثيرا في الحفاظ على بطارية هاتفك واجعلها تدوم لمدة طويلة جدا وللاستفادة من ميزات هذا التطبيق تحتاج فقط إلى ثانية واحدة فقط لتشغيله بعد فتح التطبيق بطبيعة الحال لكن قبل تشغيل التطبيق هناك مسائل مهمة جدا يجب أن تعرفها عن التطبيق وكيفية عمله أهلا من جديد التطبيق موضوع حلقة هذه هو تطبيق فورس دورز تطبيق مجاني متواجد على المتجر وتجد رابطه كالعادة أسفل الفيديو ما فائدة هذا التطبيق؟ فائدة هذا التطبيق أنه ببساطة يقوم بتعطيل المستشعرات أو أجهزة الاستشعار التي تعمل في الخلفية بشكل دائم ومستمر مثل مستشعر الضوء ومستشعر التقارب ومستشعر الصوت وغيرها من المستشعرات فهذه المستشعرات تستخدمها مجموعة من التطبيقات والألعاب وحتى إذا لم تستخدمها أي تطبيقات أو ألعاب فهي تعمل دائما وبشكل مستمر في هاتفك وبالتالي تستهلك قدر كبير جدا من البطارية أو من شحن البطارية من اسم التطبيق موضوع حلقة هذه يتضح بأن له علاقة بالدورز فهو يدعى بالفورس دورز بطبعة الحال ميزة الدورز أو الرقود لمن لا يعرفها هي إحدى الميزات التي ظهرت مع نظام الأندرويد مارشيميلو 6 لكن يمكن استخدامها أيضا في نسخ الأندرويد الأقدم مثل لولي بوب والكيت كات من خلال بعض التطبيقات التي ظهرت في الفترة الأخيرة ميزة الدورز لا علاقة لها بالمستشعرات لكنها تقوم بتنويم التطبيقات بعد نصف ساعة من عدم استخدامك للجهاز يعني إذا أطفأت شاشة الهاتف لمدة نصف ساعة ولم تلمس فيها الهاتف قط فعندها ستعمل ميزة الدورز على تنويم جميع التطبيقات وهذا بطبعة الحال يوفر كثيرا في شحن بطارية هاتفك لكن هذه العملية تبدأ بعد نصف ساعة من إطفاء شاشة الهاتف وعدم لمسه والمميز في التطبيق موضوع حلقة هذه هو أنه لا يقوم فقط بتنويم وإغلاق المستشعرات وتعطيلها بل أيضا يجعلك تستفيد من ميزة الدورز ليس بعد نصف ساعة من إطفاء الهاتف ولكن مباشرة بعد إطفاء شاشة الهاتف لن تنتظر وهذا أيضا من شأنه أن يوفر الكثير من شحن البطارية وجهدها إذن كل ما عليك فعله أولا هو تحميل التطبيق كما قلت تطبيق مجاني ومتواجد على المتجر كما تريد معي يطلب الروت نعطيه صلاحية الروت نضغط على أوكي بعدها كما قلت لك الثانية واحدة فقط كافية لتشغيل التطبيق فقط تضغط هنا تم تشغيله الآن بنجاح وبالتالي سوف يعطيك ميزة الدورز بشكل أفضل وأسرع من باقي التطبيقات التي تقدم هذه الميزة لأنه سوف يقوم بتفعيلها مباشرة بعد إطفاء شاشة الهاتف ولن ينتظر لمدة 30 دقيقة كما أنه أيضا سوف يقوم بتعطيل المستشعرات وهذا الشيء يتفرد به التطبيق بطبيعة الحال إذن بعد ذلك عندنا هنا في سيتينجز لو ذهبنا أول إعدادات سوف تجد بعض الإعدادات مهمة عندنا لا تقوم بتعطيل الحساسات عندما تكون الشاشة منطفئة إذا كنت تريد فعل ذلك تقوم بتشير على هذا الخيار بطبيعة الحال لا ينصح بذلك ثم في هذا الخيار نقول له بأن لا يشغل هذه الميزة ميزة الفرس دورز عندما يكون الهاتف في الشحن إذا أحب تستخدم هذه الميزة فتتركها لكن أنا أحب إزالتها أيضا ثم عندنا هنا يقول لنا Autority Brightness Fix يعني يقول لك إذا اشتغلت أو شغلت شاشة هاتفك لكنك وجدت مثلا بأن التحكم التلقائي هنا في شدة إضاءة الإضافة لا يعمل أو ميزة تدوير كما تشاهد معي الشاشة تلقائيا يعني يتدوير هكذا وهكذا عندما تشغل فيديو أشياء من هذا القبيل أيضا لا تعمل فكل ما عليك فعله هو أن تأتي إلى هذا الخيار وتقوم بتشير على هذه الميزة ثم تضغط على Autorize ليتم إصلاح هذه المشكلة هذه أيضا من الميزة المهمة المتوفرة في التطبيق ثم عندنا هنا هذه الميزة لإظهار إشعار بالتطبيق خاص به ثم عندنا أيضا Ignore Lock Screen Time Out لتجعل التطبيق يشغل مباشرة دون انتظار للتنزل لإطفاء الشاشة عندنا أيضا في الويتلس أبس هنا إذا ضغطنا على Close وضغطنا على Plus فيمكنك أن تضيف بعض التطبيقات التي تستنيها من العمل أو من أن يتحكم فيها تطبيق Force Doors وبالتالي سوف تبقى تعمل إن كان هناك تطبيق تريد إضافته فيمكنك فعل ذلك وليجعل التطبيق يعمل بشكل أفضل وليستفادة من ميزات أفضل يمكنك أن تجعله من هذا الخيار يقوم بتعطيل الواي فاي عندما يعمل التطبيق أنصح بهذا الخيار أيضا أيضا تعطيل الـ Data أو 3G أو 4G عندما يكون التطبيق يعمل بطبعة الحال أنت لن تحتاج إلى 4G أو الواي فاي عندما تكون الشاشة منطفئة وبالتالي أنصحك بتفعيل هذه الأشياء ثم أيضا أنصحك بتشير على هذا الخيار لمنع حساس الحركة من تعطيل تطبيق Force Doors هنا يمكنك أن تضيف مدة معينة لجعل التطبيق يعمل لا أنصح أصلا بذلك ثم عندنا أيضا Reset Force Doors يعني تعيده أيضا إلى حالته الإفتراضية وبعض الإعدادات الأخرى أقل أهمية وحتى أوضح لك فقط مدى قوة التطبيق وفعاليته لاحظ معي بأن الواي فاي الآن يشغل وبما أننا قلنا لتطبيق أن يقوم بتعطيل الواي فاي بالإضافة إلى المستشعرات وإدخال التطبيقات في حال التنويم يعني استفادة من ميزة Doors وغير من الإعدادات التي قمنا بتعديلها لاحظ معي الآن بمجرد أن أطفئ الشاشة لمدة ثانية أو ثانيتين أعود أجد بأن الواي فاي تم تعطيله كما تشاهد معي الواي فاي معطل لأننا قمنا له بأن يقوم بتعطيله وبعد تشغيل الهاتف يقوم تلقائيا بتشغيله لاحظ وبالتالي فهو فعال بدرجة كبيرة جدا وتطبيق ممتاز أنصح الجميع به بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا تنسى لايك مشاركة والاشتراك ثم الاندمام للصفحتنا على فيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل لقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته